مرحبا بكم مشاهدين الكرام في برنامج الاقتصاد في الصحافة على قناتكم الاقتصادية الاولى والذي نعرض فيه اهم الاخبار التي تطرقت اليها الصحف الصادرة هذا اليوم نبدأ بيومية الوطن التي نشرت موضوعا حول القمة السابعة لمنتدى البلدان المصدرة للغاز التي ستحتضنها الجزائر نهاية هذا الشهر بعنوان الغاز الطبعي رهان جيوسياسي كبير اوضحت من خلاله ان الغاز كاحد اهم المواد التقوية يكسب مكانة مهمة في ضمان استمرار التنمية في المستقبل وقالت الصحيفة بالاستناد للامين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز محمد حمال مع اقتراب موعد عقاد قمة الجزائر ان الحاجة صارت ملحة لاجاد توازن بين الطلب العالمي المرتفع للغاز والاختيار الثلاثي الصعب بين ضمان الامن الطاقوي والقدرة المالية والاستمرارية واضفت الجريدة ان تطور الاقتصادي والنمو الديمغرافي يجعلان مستقبل صناعة الغاز مزدهرا وبالخصوص الغاز الطبيعي ومن هنا تكمن الاهمية الجيوسياسية الكبيرة لهذا المورد التقاوي نمر الى جريدة الخبر التي كتبت بدورها حول ذات الموضوع ان التطورات الجيوسياسية في صميم قمة الجزائر وقالت ان الامين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز محمد حامل وجه رسالة للمشاركين في القمة المقرر عقدها بين التاسع والعشرين فيفري الجاري والثاني مارس المقبل بالجزائر اكد فيها ان التحضيرات الجارية لعقد القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات الدول اعضاء المنتدى حشدت كل الموارد الضرورية والظروف المثالية لانجاح الحدث الذي سيشهد مناقشات معمقة حول تطورات جيوسياسية والاقتصادية والسياسية المحيطة بصناعة الغاز كمصدر طاقة لا بديل عنه الاستمرار دوران عجلة الاقتصاد العالمي وتوفير شروط التنمية كما اوضح حامل في رسالته لدول المنتدى ان قمة الجزائر ستتجاوز المحادثات الثنائية والتعاون لينغمس المشاركون في قضايا تمثل ثقافة الجزائر المميزة مثل ما ورد في الرسالة التي تم نشرها على الموقع الرسمي للمنتدى اما يومية لسواغ درجغي فنشرت من جانبها موضوعا حول تصريحات اتلى بها وزير العمل والتشغيل والضمن الاجتماعي فيصل بن طالب والتي اكد من خلالها ان القطاع الخاص اكبر مصدر لمناصب العمل حيث قالت الصحيفة ان الوزير كشف عن ارتفاع عدد عروض العمل التي قدمتها شركة القطاع الخاص خلال السنة الماضية وهو ما تؤكده عمليات التصريح المتزيدة من قبل مؤسسات وشركات الخواص لدى صندوق التأمينات للعمال الاجراء واضفت الجريدة انه رغم عرض القطاع اربعمائة وواحد وثمانين الف منصب شغل خلال العام الفائت بزيادة بلغت نسبتها اثنان وعشرين فاصل واحد بالمئة فقد كشفت التحقيقات التي قام بها اعوان الصندوق ان نسبة تسعة فاصل ستة بالمئة من العمال في القطاع الخاص لا يزالون غير مصرح بهم لدى صندوق التأمينات كناس ومع ذلك يوفر القطاع الخاص ثلاثة وثمانين بالمئة من فرص العمل الجديدة واختارت صحيفة الحياة من ناحيتها نشر موضوع حول مناطق الظل وكتبت في عنوان بارز تصدر صفحتها الاولى ان رئيسة بون يقضي على مناطق الظل نهائيا وابرزت الصحيفة تخصيص مبلغ 34.5 ألف مليار سنتيم للقضاء على الفوارق التنموية التي يعاني منها سكان تلك المناطق وقالت الجريدة ان 98.90% من العمليات والبرامج المخصصة لمناطق الظل والبالغ عددها 29.541 مشروعا تم انجازها لصالح سكان تلك المناطق منذ 2019 تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية وفق ما أكده مدير التنمية المحلية بوزارة الداخلية عمر أيت أعرى أما جريدة الفجر التي نختم بها عرضنا لأهم ما نشرته الصحف من أخبار ومواضيع اقتصادية لنهار اليوم فتحدثت عن دعوة الجزائر من منبر مجلس الأمن الدولي إلى معالجة جذور عدم الأمن الغذائي وقالت أن وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة أكد خلال مشاركته في جلسة استماع موسعة بمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بنيويورك مجددا طلب الجزائر بوضع حد فوري لمعاناة الشعب الفلسطيني وأبرز ارتباط مسألة الأمن الغذائي باحترام القانون الدولي دون تمييز ولا ازدواجية في المعايير بهذا نصل مشاهدنا الكرام إلى نهاية تقديم عرض بعض مواضيع الاقتصاد في الصحفة لنهار اليوم والذي تناولنا فيه بعض الأخبار الاقتصادية التي تناولتها الصحف الصادرة هذا الصباح متابعة طيبة لبقية برامج قناتكم الاقتصادية الأولى ابقوا معنا اشتركوا في القناة